أول لقاء مباشر بين وفدي المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة والأغلبية بعد اجتماعات متكررة عقدها القطب السياسي للمنتدى ولم يستطع الحسم بشأن الموقف من لقاء الأمين العام للرئاسة مولايو المحمد العظف التقى الطرفان لبحث آلية استئناف جلسات التشاور بينهما والتي كانت قد توقفت منذ أشهر وتقول مصادر من داخل المنتدى إن وفده حرص على التأكيد على الرد المكتوب على الممهدات التي كان قد تقدم بها منذ فترة كمؤشر على جدية النظام في الحوار وهو ما أبدى الطرف الآخر لاستعداد المبدئي له لكنه قدم كذلك جملة اقتراحات لمواصلة اللقاءات التمهيدية سيعرضها وفد المنتدى على أقطابه ليقدم جوابا نهائيا لوفد الأغلبية بشأنها في وقت لاحق على صعيد آخر وقبل اللقاء بين الطرفين أصدرت ذلاثة أحزاب هي تكتل القوى الديمقراطية وحزب الاتحاد الوطني للتناوب الديمقراطي وحزب طلائع قوى التغيير بيانا أكدت فيه أن لقاء بعض أعضاء المنتدى بالوزير الأمين العام للرئاسة لا يمثل موقف المنتدى على اعتبار أن الموقف يؤخذ بالإجماعة وأبدت الأحزاب الثلاثة تمسكها بالحوار الجاد والمسؤول لإخراج البلاد مما قالت إنها أزمات تعاني منها كما أكدت على التشبذ بمواقف المنتدى المجمع عليها المسعى المدني المستقل من أجل الحوار رحب بلقاء الطرفين معتبرا ذلك استجابة لأحد الأهداف التي يسعى إليها داعيا أحزاب المنتدى الرافضة للقاء الطرفين إلى التراجع عن موقفها وطالب المسعى بإشراكه في جلسات اللقاءات المرتقبة كطرف ذالذ مستقل يساير محطات اللقاء ويعمل على تسهيل ما قد يشكل عدم إجماع بين الأطراف